القضاء الكنسي والقانون عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات حيث استضاف البرنامج في هذه الحلقة المحامي نزار الديات الذي تحدث عن مسودة مشروع قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين في الأردن كما تحدث عن حال القضاء الكنسي في الأردن كون معنا الصحيح اليوم الحديث عن المحاكم الكنسية وما يعرف اصطلاحا بالمحاكم الكنسية هي زي ما وضحت أبونا هي مجالس الطواف الدينية الحديث اليوم يختلف عن حديث الأمس أمس كنا بحاجة إلى حلقات وحلقات للحديث عن ما يدور في هذه المحاكم وكانت نوع من الفوضى وأنا بسميها حتى الفوضى المنظمة لأن الفوضى والخطأ أصبح مسارا أقول الخطأ ما أقول أي شيء آخر لكن المطالبات بالتجديد ونزعت التجديد الداخلي عند الكنائس دفعت الكنائس إلى أن تأخذ منحنة آخر وتوقفت وقفة طويلة مع تشريعاتها وهم يدور في الكنائس وأروقت الكنائس والمحاكم وأروقت المحاكم وثم انتفضت نفضة اليوم باعتقاد أرابع أنها نوعية نحن بحاجة طبعا لأفضل لكن لا يمكن أن ننكر بأن هناك انتفاضة صحيحة حصلت مدى عام 2014 وما تلاها والسبب كما تذكر أبونا التعديلات الدستورية عندما طرحت التعديلات الدستورية كانت المادة 109 الفقرة الثانية منها مفتوحة للتعديل وكانت مدخل رئيسي لتحفيز الطوائف على إعادة النظر في قوانينها المتعلقة على الأقل بالإجراءات أمام الحاكم الكنسية وبطرق تعيين القضاء فيها وقرت التعديلات الدستورية بحيث اشترطت المادة 109 الفقرة الثانية منها أن تتضمن تشريعات الطوائف وصول المحاكمات أمامها وأسس تعيين القضاء فيها هذا معنى أن يتم أو يكون هناك واجب على المشرع الكنسي بأن يعمل على مراجعة لكل القوانين الكنسية المعمول فيها في الأردن حتى تتوافق مع النص الدستوري وكما تعلم مشكل القوانين الطوائف مشكلها وطنية عندما نتحدث عن الكاثوليك مثلا سواء الغربيين أو الشرقيين المرجع في التشريع ربو عندما نتحدث عن الأورتدوكس المجامع وحاليا إيجاد مجمع بالصيغة التي وضعت القانون الأول أيضا صعب لذلك كانت الفكرة على أن تعطى مساحة تشريعية من خلال الأنظمة والتعليمات التي تصدر عن الطوائف إذا ما كانوا قادرين على تعديل قوانينهم بحيث يستخدموا هذه المساحة التشريعية للتحديث والتطوير وفعلا باكورة التمار التعديلات التشريعية كان قانون مجلس الطوائف الدينية سمي اليوم بقانون مجلس الطوائف الدينية المسيحية وهذه التسمية طبعا فرضها مجلس النواب عندما بدأت الطوائف تبحث قوانين الأصول أصول المحاكمات تماما هناك طوائف لديها قوانين عريقة قديمة جدا وطرق تعديلها صعبة جدا مثل الكاثوليكي جمالا قوانين الأصول فيها هي من روما ابتداء موجودة في مجلة الحق القانوني ومجموعة قوانين كناس الشرقية وبالتالي تعديلها على المستوى الوطني مسألة مش صحيحة مش صحيحة غير وردة الروم الأورتودوكس أيضا لديهم قانون اسمه قانون العائل البيزنطي وهو قانون قديم جدا ما في قانون ما في إجراءات التقاضي يحوي على النصوص تتعلق بي على أحوال الشخصية زواج الطلاق ونفقها وإلى آخره بالإضافة إلى باب المواريث والوصاية وفقا لأحكام دلق القانون تم تشكيل لجنة من البطريارك لغيات دراست قانون العائل البيزنطي واجتمعت اللجنة وأنا كنت بمعية جملائنا الكبار اللي كانوا فيها الأستاذ يعقوب الفار الأستاذ أبي الديب حواتمين القاضية كريستين فضول الأستاذ لأي صليبة حداد أبو صليبة تم العمل على تعديل قانون العائل البيزنطي وحاليا التعديلات موجودة أمام المجمع المقدس وهي تعديلات نوعية